اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها تؤكد حكومة السوداني ان تأخر تنفيذ جولة التراخيص لخمس سنوات كبد العراق خسائر كبيرة وهنا اشار السوداني بصريح العبارة الى ان الجولة ستخدم تنفيذ البرنامج الحكومي والاصلاح الاقتصادي وفي هذا يعلق باحثون على ان الجرأة الحكومة في وضع موازنة انفجارية يوجب عليها تفعيل الجانب النفطي المورد الوحيد لخزينة الدولة وإلا فان العجز سيكون مثقلا للملف الاقتصادي وقبل ايام عندما اصبحت خطوط الدعم الاميركي والاوروبي بمباركة حكومية نحو تعظيم انتاج الغاز المصاحب والحر جاءت جولة التراخيص الخامسة لتعزز ما تتعهد به الحكومة لكن في ذات الوقت فان ثمت تحديات جسام ابرزها كيفية ان يضبط العراق موارده المالية من النفط والغاز بما ينعكس على تنميته وبما يحفظ سير حركته المالية الحكومة من جهتها تعهدت فيما تبقى الايام المقبلة رهن ما ينتج عن فارق ينتظره الشارع الاقتصادي على احر من الجمر سيما بما يطمح اليه العراقيون ان يصبح بلدهم النفطي منتجا على الارض كما فعل ويفعل في بلدان النفط المتقدمة اشتركوا في القناة